موسيقى الحكومة وضعت برنامجا متكاملا لتنفيذ رؤية شاملة لتفعيل أصول الدولة غير المستغلة من خلال توفير مقرات للهيئات والأجهزة التابعة للدولة وبالتالي تحقيق قفر على الموازنة العامة البرلمان طالب بالتنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحصن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية وزيرة التخطيط هالا السعيد قالت أن الحكومة تستهدف نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام المقبل كما أشارت إلى مصير الأصول القديمة لمباني الوزارات قائلة إن توجه الحكومة الرئيسي في هذا الأمر أن يكون هناك صندوقا ماليا تابعا للصندوق السيادي توضع فيه هذه المباني المحلية الحكومة في برنامجها المرسل للبرلمان أكدت استهداف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019 وفقا لعدد من الضوابط أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية وأن يتم نقل العاملين طبقا للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقا للعدد الحالي وفي إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة أكدت الحكومة أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة لتعزيز الصندوق السيادي للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جودة اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول مع اقتراب نقل المقار للوزرات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمطالبات بوضع استراتيجية وخطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية شاملة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة فكيف ستستفيد الحكومة من هذه الأصول العقارية الهائلة؟ نشو عبد العاطي مساء درين